عودة الحروف كان لسلما كتاب جميل مليء بالحروف والكلمات تقرأ فيه وتتفرج على صوره وتستفيد من حكاياته وذات يوم دخلت سلما غرفتها فوجدت كتابها المفضل ملقا على الأرض وصفحاته بيضاء خالية من الحروف والكلمات فسألته ما الذي حدث لك يا صديق الكتاب وأين ذهبت حروفك وكلماتك أجاب الكتاب وهو حزين وقعت من رف المكتبة فانفتحت دفتاي فهربت حروفي واختفت كلماتي وبقيت وحيدا أنا حزين أحدك يا صديقي بالبحث عن حروفك ويرجاعها إليك سألت سلما المقلمة هل رأيت حروف كتابي الجميل؟ لا يا صديقتي كنت مشغولة بترتيب أدواتك بحثت سلما تحت المكتب فوجدت ممحاتها وسألتها هل رأيت حروف كتابي الجميل؟ لا يا صديقتي كنت مشغولة بالبحث عن قلم الرصاص نظرت سلما بين رفوف مكتبتي الصغيرة فظهر لها قاموسها فسألته سباح الخير يا صديق القاموس ألم ترى حروف كتابي الجميل؟ أجابها القاموس نعم رأيتها تشري مسرعة وتدخل الحاسوب شكرا لك يا صديقي فتحت سلما الحاسوب فلمعت الشاشة فإذا الحروف والكلمات تظهر الواحدة بعد الأخرى فقالت لها سلما ماذا تفعلين هنا يا حروفي؟ ولماذا تركت كتابكي وهربتي؟ أجاب الألف رأس الحروف قائلا فقد هربنا جميعا لأن الأطفال لم يعودوا يهتمون بقراءتنا قالت الغين خرقنا الغبار الذي تراكم فوق الصفحات أسرعت سلما إلى كتابها فنفضت عنه الغبار وغلفته بعلاف جميل ثم عادت إلى الحروف تطلب منها العودة فقال لها اللام لا نريد العودة إلى رف المكتبة فبسمت سلما وقالت حسناً أعدك يا حروف العزيزة لأنني سأحمل كتابك إلى مكتبة القسم وهناك سيقرأك جميع أصدقائي وصديقاتي صفقت الحروف ورقصت الكلمات ثم انطلقت مسرورة بالعودة إلى كتابها الذي سينتقل من تلميذة إلى تلميذة ومن تلميذ إلى تلميذ النهاية ترجمة نانسي قنقر